عبد الرقيب عبد الوهاب هذا الاسم الذي يحضر في الذاكرة الجمهورية وتحضر معه الجروح المفتوحة ومن بين تلك الجروح الغدر برفاق الدرب الجمهوري في مثل هذه الايام التي تحل علينا ذكر اغتياله الثامنة والاربعون صراع الثنائيات يتجلى مجددا في الجمهورية واعادة انتاج الامامة الحرية والاستبداد التحديث والتخلف التنوير والظلم التعليم والتجهيل لكن مضمونها الحرب على الطلائع الجمهورية من قلم الزبيري الى طاقية عبد الرقيب عبد الوهاب الى الطير الجمهوري على جبين عبد الرب الشدادي عبر اكثر من نصف قرن من زمن العهد الجمهوري دوالت القرائن والبراهن على حقيقة ان مكابدات الجمهورية تتجلى بفقدان طلائعها حاملية فكرة اليمنية غير ان استحضار ذكرى بطل حصار السبعين في مثل هذا التوقيت او استدعاء حركة التاريخ بين مرحلتين تعيشهما صنعاء المغلقة بفعل الاشتياح والانقلاب وهي ذاتها صنعاء التي لفظ عبد الرقيبي فيها انفاسه دفاعا عنها وعن الجمهورية معركة الثنائيات الممتدة الى هذه اللحظة وان حملت لافتات متعددة لكنها حرب الامة اليمنية والعصابة كما جاء في مقال الرئيس هادي في ذكر اختتام الحوار الوطني لقد كان يناير كريما على اليمنيين ففيه بدأت طلائع ثورة الشباب السلمية عام 2011 التي اكتملت في فبراير العظيم وفيه ايضا انتهت الايد اليمنية من كتابة سطور الوثيقة الاغلى التي صاغتها مجتمعة في صورة عز لها نظير في التاريخ الحديث في ظل هذه التحولات التي تعيشها بلادنا وكل هذه المكابدات والاحداث التي تقتات ارواح الطلائع الوطنية هل ستكون الدولة اليمنية هي ثمن التضحيات التاريخية لليمنيين ام ان خيوط الظلام المحلية والاقليمية وربما الدولية لا تزال قاطع الطريق الابرز لفجر اليمنيين المنتظر